عزيزي المستمع في شتى أنحاء المعمورة بعد أن وقفنا بك على بعض مراكز المخطوطات في عالمنا الإسلامي نقف بك الآن على بعض مراكز المخطوطات والمكتبات في العالم الآخر إن مراكز المخطوطات في العالم كثيرة متعددة في أوروبا وأمريكا إذ تضم مكتبات أوروبا وأمريكا نحو 100 ألف مخطوط عربي على الأقل هذا سوى ما في مكتبات المستشرقين الذين أدوا إلى عالمنا الإسلامي وأخذوا أعز ما نملك وكذا أساتذة الجامعات في أوروبا وما في أيدي الناس ممن له عناية بالمخطوطات العربية والآثار الشرقية منها نحو 70 ألف مخطوطة في أوروبا وأكثر من 20 ألف مخطوطة عربية في أمريكا كل هذه الأعداد تنهض أدلة دامغة على تحقيق حقيقة والتأكيد على أمر قلناه سلفا وهو إن الاستشراق كانت له أهداف دامية من دراسة الثقافة الإسلامية وغرس الاستعمار بوجوه القبيحة العسكرية والفكرية في عالمنا الإسلامي إن جل المخطوطات العربية في أوروبا محفوظة في مكتبات إنجلترا وفرنسا وألمانيا وهولندا وروسيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد والدانمارك وغير ذلك الكثير لكن من أشهرها تلك المكتبات مكتبة دار الكتب البريطانية وأيضا المتحف البريطاني وكذا مكتبة الديوان الهندي أيضا مكتبة الجمعية الملكية الآسيوية ومكتبة جامعة إكسفورد وأيضا مكتبة إدنبرغ في إسكتلندا وكذا مكتبة جامعة غلاسكو مكتبة كلية الثالوث في دابلين وأيضا مكتبة ريلاندس في منشستر في إنجلترا وكذا المكتبة الأهلية في باريس وهذه وحدها بها ما يزيد على 125 ألفا من مخطوطات الثقافة العربية وكذا مكتبة الفاتيكان في روما وفهرسها في أربع مجلدات وإذا كان الفهرس وحده يتكون من أربعة مجلدات وهي ضخمة كذلك فإن ذلك دليل على أن هذه المكتبات تحوي كنوز الثقافة العربية الإسلامية أيضا مكتبة البندقية وكذا مكتبة دير الإسكريال في مدريد وكذا مكتبة الأهلية بمدريد إن المكتبات كثيرة كما قلنا وأيضا منها مكتبة غنطة بمدريد ومكتبة برلين ويقع فيهرس مخطوطاتها في عشر مجلدات كبيرة ما هذا؟ إنها الضخامة الكبرى لهذه المخطوطات في أوروبا أيضا دار الكتب البريطانية والمتحف البريطاني ومكتبة الديوان الهندي ومكتبة الفاتيكان في روما أيضا لا ننسى ما بداخل أمريكا من مكتبات ضخمة تحوي على المجلدات الضخمة من مخطوطات العرب مكتبة برلين وهذه المكتبة يقع فيهرس مخطوطاتها في عشر مجلدات كبيرة وكذا مكتبة الجمعية الشرقية الألمانية ومكتبة الكونجرس في واشنطن وبها ما يزيد على 1646 مخطوط هذه كلها تحوي كنوزة الثقافة العربية وقد نقلها الاستشراق إلى هذه المراكز العالمية المرموقة أيضا المكتبة العامة في نيويورك وبهذا أعزاء المجتمعين نكون قد وقفنا على بعض مراكز ومكتبات المخطوطات في أوروبا وأمريكا وإذا كنا قد وقفنا على المراكز فهنيئا لك عزيز المحقق بوقوفك على هذه المخطوطات وأماكنها ليسهل لك الحصول على مخطوطات يعتقد أنها صحيحة النسبة إلى مؤلفها وهذا دورك سنتعرف عليه فيما يأتي من شرائح